حالة الألأ أو التوتر اللي ممكن تكون موجودة عند الناس هي أمر طبيعي جداً رغم أنه زي ما قلت لحضراتكم فرص الأهلي ما تأثرتش بشكل كبير جداً حتى لو حسنا أن فيه دروب في المستوى الأهلي قدم مستوى على المستوى الفني قدم مطشط كويسة جداً يمكن ما توفقش في النتيجة أكتر ما سبب ألأ أو توتر للناس هي ظاهرة إهدار الفرص السهلة اللي اتكررت في مباراة كتيرة جداً وقدت لخسارة الأهلي النقاط سواء في الدوري أو في بطولة دوري أبطال السؤال الأهم واللي بحاول أننا لأي إجابة عليه إزاي نرجع بسرعة وخصوصاً أنه اللي جاي أصعب اللي جاي فيه مواجهات ومستوى منافسة أعلى بكتير جداً يمكن تكون المرحلة الأصعب من حيث مستوى المنافسة وقوة المنافسين جاية في خلال التلاتين يوم اللي جاي طبعاً مباراة شباب له ازداد عنق زجاجة وتوقيتها مهمة جداً بتسبق طبعاً مواجهات الأهلي في كاس العالم اللي نتمنى إن شاء الله بإذن الله وكلنا ثقة أنه الأهلي يقدر يروح فيها لبعيد لو استعاد طبعاً مستويته مرة تانية المحاضر بالاتحادين الدولي والإفريقي الكابتن الكبير فتحي نصير هو وظيفي النهاردة في الساديسة وما فيش أحسن من كابتن فتحي ممكن يقيم لنا المرحلة وممكن يوصف لنا أفضل طرق تطلع الأهلي من مرحلة عدم الاستقرار أو التزبزف في المستوى في ما هو قادم ابتداء طبعاً من مواجهة شباب له ازداد الصعب على يوم الجمعة اللي جاي كابتن فتحي مساء الخير مساء الخير يا يا كابتن أنا مجهز للإنتروفيو ده كويس جداً نهارد كده أني؟ أه ومذاكرين بالأرقام في محاولة لأننا نستفيد بخبرات حضرتك في مشوار مش عايز أقول متعسر لأنه في البعض بيحاول يوصل أو يصدر صورة أنا في ظني أو في تأديري هي محاولة مكررة للإغتيال معناوي سواء للإجهاز فني بقية مستر مرسل كولر أو إغتيال معناوي للعيبة بعينها وبإسمها في النادي الأهلي لكن كل ثقة نحن في الأهلي نقدر نتجاوزها لكن الأرقام بتاعت الأهلي ليها دلالات كتيرة جداً عايز أتكلم فيها مع حضرتك بس أبدأ بداية بتقييم حضرتك لبداية مشوار الأهلي في دور المجموعات شايف شكل الفريق إيه أهم الحاجات الإيجابية وأهم الحاجات السلبية من وجهة نظر كابتن فاتحي نصير الحقيقة يعني شوف السؤال يباند سهل لكنه صعب جداً صعب إن أنت بتقييم حتولي صعب إزاي راضي ولا مش راضي وإذا كنت راضي راضي بنسبة كم في المية وإيه اللي حسس إنه ممكن يكون فيه خلل محتاج عليك بسرعة الخلل ده لأول كرة القدم أحمد علم أصبحت علم مش أصبحت هي علم بس يمكن العلم وصل لنا متأخر فإحنا دلوق وصل وصل لنا متأخر لكن بالمشكلة عندنا إن إحنا فيه حاجات بتمر علينا لأول مرة الحالة اللي بيمر بيها النادي الأهلي رغم سبات المدرب وثبات اللعيبة وثبات الإدارة والجمهور اللي هي عناصر اللعبة كلها متوفرة مفيش فيها تغييرات طيب هي وصلت القمة هنا الموسم السابق نفس اللعبة دي مفروض أنا هنا من القمة حنزل شوية ده الطبيعي بتنزل شوية هم نتكلم على الأهلي أو غير الأهلي آه دي القاعدة بتقول كده بتنزل آه ثم تصعد تاني لابد لكن اللي حاصل مع النادي الأهلي آه فعلا نزول نزول لكن الصعود أصبح فيه خلل الخلل ده نتيجة الجهاز العصبي فيه خلل في الجهاز العصبي لكل المنظومة الكروية بتاعتنا للأهلي كل منظومة دي حتصت بها لعبين لعبين والمدرب وجهاز فني وإداري وكله طبعا اللعبة ظهر أكتر لأن اللعبة هي اللي بتقدم الكلام ده في الملع فالناس مش هتحس إيه اللي في المدرب ومش هتحس إيه اللي في الإدارة ومثلا لكن الخلل باين أكتر في اللعبة هتقول لي في إيه هقول نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة في إهدار الفرص ما هو معنى أن فيه فرص إذن فيه تحضير إذن وصول للمرمة إذن جات لي أنه انت تجيب جول آخر اللاعب اللي هو بيضيع الفرصة بتاعته ده اللي احنا بنونا عليه إهدار الفرص الخلل باقي عنده في الجهاز العصبي يعني هتقول لي يعني هو مجنون لا هو مجنون ولا حاجة الجهاز العصبي هو اللي بيقوم عليه الدور في اللاعب يقدي المهارة من خلال التحرك من خلال التزديد من خلال كده الجهاز العضلي بيشتغل بناءنا على أوامر من الجهاز العصبي طيب معلش كابتن فتحي ده بيبقى بالنسبة للناس طبيعي ومقبول لما يحصل على سبيل الاستثناء لكن لما يكون على أنه هو القاعدة هو الأساس ده في حد ذاته اللي بيقلي شوية لأنه ده معناه أنه لا حد اكتشف أو لا حد شخص ولا حد يعرف يوصف العلاج المناسب ده حصل معنا من بداية الموسم حصل معنا في أول مباراة هو لسف اتحاد العاصمة حصل معنا في الدوري الأفريقي حصل معنا في الدوري المحلي آخر مطشين قدام الجونة وسموحة وحصل معنا في آخر مباراة بشكل واضح وصريح حصل معنا في مباراة بيديم الشرط الأول يعني ربنا طبعا فتحها علينا والشرط الأهلي يرجع تاني وقدر يسجل وانا بيتهاري دايما لما الأهلي بيسجل هدف القصة دي بتنتهي قصة التركيز أو الضغط الشديد بتنتهي وبيقدر نجيب التاني والتالي وحصل معنا في مباراة يانج أفريكنز اللي كان ممكن أهلي يفنشها 4 و5 بسهولة هو كابتن أحمد شوف أي مباراة أي منافسة لها دوافع أي مباراة لها دوافع أي مباراة لها نتيجة أي مباراة لها هدف فإنت دلوقتي المدرب بيتعامل مع اللعيبة وبيتعامل مع اللعيبة ومع الجهاز العصبي الليل اللعيبة فعنده دوافع لأول مباراة اللي هي كاس السوبر عنده دوافع لكن اللعيبة لم تحقق الهدف من هذه المباراة بالفوز بالكاس فأصبح بعد كده دوري أفريقيا اللي هو المجموعة دي السوبر المعمول سيمبا ثم صندع أي وبرض أصبح له دوافع تانية غير دوافع مباراة السوبر فأنت بتغير عند اللعيبة دوافعها طيب خليني وإحنا بنتكلم مع حضرتك كده إحنا رصدنا مجموعة من الأرقام اللي بتأكد الحقيقة على تميز الأهلي على مستوى كل الفرق اللي بتشارك أو اللي وصلت لدور المجموعات في بطولة دوري الأبطالة كابتن فاتحة يعني على مستوى إحضار الفرص دي ممكن تبقى نقطة سلبية لكن فيها جانب إيجابي هو القدرة على أنك تخلق الخطورة القدرة على الوصول اللمسة الأخيرة بقى دي قصة تانية لكن الفريق أكثر فريق إحضارا للفرص هو نادي الأهلي إحضار فرص مؤكدة سبعة تاني فريق وراء بيراميدز ستة الترجي في المركز التالت أربعة سانداونز أهضر فرصتين محققتين نروح للبعدها بس عايز أقول لكم بالأرقام مستوى أداء الأهلي مقارنة ببقية الفرق اللي موجودة في الفرق طيب لما تجهز بلغوا فإحنا بنتكلم هنا على أنه الفريق قادر ينفذ المدرب بيحسن أو بيوجيد اختيار التاكتك والطريقة والأشخاص اللي هينفذوا الطريقة دي في الملعب لكن المدرب عمرو ما ينزل يجيب جول مش هجيب جول لأن هي دي بتاعتبي بقى قلنا على اللاعب اللاعب في آخر مرحلة في آخر لمسة اللي هو هسجل منها الهدف هنا التركيز بتاعه فيه خلل اللي هو احنا بنقول مش الإعداد النفسي احنا بنقول أنه هو فيه إعداد لكن فيه خلل فيه الجهاز العصبي للعيبة في الفترة دي اللعيبة دي تحديدا معلش كابتن الفاتح أنا هغسل معك في تفاصيل شوية سعيبا دي تحديدا الكل أشاد بطفرة حصلت في مستواها يعني مثلا قال لك بيرسي تاو نسخة مارسل كولر ما شوف نهاش في الأهلي قبل كده كهربا لما كان راجع من إيقاف طويل جدا وكانت الناس مش مصدقة أن كهربا قادر يجيب مستواه كولر رهن عليه في حتة راس الحربة ونجح وتقلق تقلق تقلق شديد حسين الشحات الناس قدت لك حسين الشحات رغم أنه طول عمره بيلعب جناح يمين مع الأهلي كولر ووظفه جناح شمال أفضل نسخة لحسين الشحات مع الأهلي كانت مع مارسل كولر ضيف على ده أسماء تانية كتير جدا ممكن نقول عليها لعبة دور رئيسي في حتة كريم فؤاد لما وظفه كولر كجناح يمين كان هدف للأهلي قبل الإصابة هي نفس الأسماء اللي بكلم عليها حضرتك مش بعيدة عن مسؤول هو اللي حصل تحاول بنسبة 180 دقائق نشوف آخر مباراة وبمناسبة مثل حسين الشحات آخر مباراة كرة انفراد لحسين الشحات لوحده مفيش مدافعين مزحمين أو ضغطين عليه أو مقربين منه أو عاملين له ضغط أو كده الكرة جياله سهل جدا يهطى في الجول سهل جدا أنا بقول سهلة حضرك بقول سهل جمهور بيقول سهل بس عنده هو هنا بقى الخلل اللي بقول عليه إزاي الرجل ده لما بيلعب الكرة بنقول لأي لعيب في العالم عاوز بيشوت آخر حاجة آخر حاجة عينيك تشوفها لازم تكون شايفها الكرة فإحنا كلنا ما نبص هو بيحط الكرة الكرة بقت في السماء مش ممكن حسين الشحات عاوز يحطها في السماء بس هو ما بصش للكرة طب يعني هو لو بص للكرة الكرة هتحط يعني هتخش جول أقول لك ليه لأن الكرة الكرة بقى المستوات العالية اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي الكرة متحركة جول ثابت جول مش هتحرك خلاص هو عرف إن المرمى هنا في المنطقة دي والكرة جاء له هنا يعني أنت لو تركز بقى في الكرة وإنسان فيه مرمى المرمى ده مش هتلاقيه تنقل في حتة تانية تركيزك على الكرة ليه؟ لأن الكرة وهي جاية لك هتتغير من خلال الحشيشة أو الأرضية أو الأرضية الصناعية أو الأرضية الطبيعية أو الأرضية أو أي أنواع الأرض هتلاقي شكل الكرة بيتغير سواء لو طلعت لمسة صغيرة فيه لمسة خلاص بقت الكرة في السماء فدي عايزة دقة عايزة دقة والدقة دي تيجي منين؟ من التركيز والتركيز دي يجي منين؟ من المخ والمخ فين؟ هنا يبقى أنا لازم أفكر يبقى لازم أكون شايف الكرة قبل أنا أحط رجلي فيها لو هو شايفها صح عمر الكرة دي ما أعطت لها في السماء لكن هو استعجل الاحتفال بالهدف فأن هو يعني حيحطها وخلاص جول لا اعمل لكل مهارة اديها حقها اديها دقتها اديها اخرص فيها ركز أكتر أجل الفرح بالهدف بتاعك الحاجات دي طبعا يمكنني بقولها ما حدش بيحسها لكن أنا بخش لك جوة اللاعب دلوقتي أنا بخش جوة اللاعب يعني جوة اللاعب هو دلوقتي وفيشوف اللحظة دي تفكيره ايه تصرفه ازاي ليه الكرة دي عالية أنا بقول ليه لأني مش هحسن الشهات اللي حطها بره كده في السماء ده من على المسافة دي كرة حسين ممكن أفهم فيها أنه زي ما حقاك قلت لو الأرض مش مستوية وتأديره للكرة هتوصل لرجله فين وبالتالي هو مجاهز نفسه إنها يحطها بطريقة معينة وما بصش بقى الرجله هو بتلتقي في الكرة هو بص له جون هي ممكن تعمل بند يعني هو يكون مجاهز نفسه محدد الزاوية اللي هيقابل بيها الكرة أو مستوى القوة اللي هيحط بيها الكرة عشان تروح للجون فتيجي قبل ما تلمس رجله باثنين سنتي أو ثلاث سنتي تقعلى شوية نتيجة إنه الأرض مش مستوية فتطلع في السماء لكن فيه كور تانية أسهل منها بكتير يعني فيه انفرادين مثلا كليم فؤاد وطاهر ده لو حطها بس كده تشيب من فوق الجون كورة سهلة لحد مدايقه ولا حد يضغط عليه محدش ضغط عليه في الملعب لكن فيه ضغوط عليه من خارج الملعب هو عايشها إنه هو مش عايز يضيع عايز يسجل عايز يزبط كتر التركيز يعني كتر التركيز بالزيادة عن اللزوم باللي أكتر من اللازم طبعا بيتقلب العكسي طيب نشوف صناعة الفرص المؤكدة الأكثر صناعة الكلام ده على مستوى دوري أو الأرقام دي تحديدا على مستوى دوري أبطال أفريقيا الأهلي هو أكتر الفرق صناعة على الفرص المؤكدة نحن تتكلمنا على فرص المهدرة أكتر الفرص اللي اهدرتها فرق في البطولة هنا بقى الأكثر صناعة على فرص المؤكدة برضو لأهلي نمراء واحد على مستوى كل فرق اللي وصلت الستاشر فريق اللي بيلعبوا في دور المجموعات لأهلي نمراء واحد ثامن فرص مؤكدة ثامن فرص مؤكدة الترجي في المركز التاني ثلاث فرص مؤكدة Primed ثلاث فرص مؤكدة Sun Dauns يبقى صندوز بس ترتيبه الثاني خمس فرص مؤكدة يبقى الأهلي أيضا هو رقم واحد على مستوى صناعة الفرص وهنا ده لو يحسب لحد كابتن فتحي يحسب لمرس الكل طبعا الجهاز من المنظومة كاملة المنظومة هي مسؤولة عن كل حاجة يعني هي الفرقة فيه لعبين وفيه مدير فني وفيه مدير كورا وفيه مجلس إدارة فالمنظومة كاملة عدت اللعيبة الإعداد كل واحد قام بدوره إدارة مجلس إدارة نجاح مارسل كولر كابتن فتحي المبهر في أول موسم لي مع الأهلي سبب نوع من أنواع الضغط عليه وعالفريق أكيد أكيد وعليه هو أكتر يعني هو بقى عليه ضغوط أكتر لأن مش عايز الجمهور مش طالب أقل من الضغط يعني إحنا دلوقت خلاص عرفناك ومفروض تديني أكتر ومستنيين مثلا كتبجينا تلاتة بنجيب منهم واحدة عاوزين التلاتة يجي منها جونين يبقى هدفين يبقى لازم شغلك فين فأصبح هو كل العملية كلها زي ما بقولك هنا إن الضغط العصبي على المنظومة اللي أصبحت فيها حاجات تخلي اللاعب بعشوائية بيلعب تركيزه يقل والتركيز لو قال خلاص انسى فينا طيب احنا اتكلمنا على مستوى الأندية أنا عايز أجيك على مستوى الأفراد على مستوى اللاعبين برضو معنا أرقام وأحصائيات يهمني أسمع رأيك وتعليق عليها بس تسمح لي قبل ما نكمل فصل سريع ونرجع نكمل كلامك طيب طبعا عندي قصة طول شرحهاها بس هرجع للموضوع مع كابتن فتحي أنا يمكن استعرضت معكم النقطتين أو أرقام مرتبطة بترجمة مستوى خطورة النادي الأهلي في مشاركته في دور المجموعات في دوري الأبطال وسواء من حيث الإهدار على مستوى إهدار الفرص أو على مستوى الصناع فالأهلي هو رقم واحد وهنا ده أكد لك النكورت الأهلي أو تيمي الأهلي ما فيه مشكلة المشكلة مرتبطة بالفعلية اللي اتكلم فيها كابتن فتحي وقال إنها مرتبطة بالحالة الزهنية أو مستوى التركيز عند اللعيبة وده هيكون جزء تاني من الحوار بس زي ما شوفنا الأندية كمان يهمني نبص بص على الأرقام المرتبطة باللعبين هاختم يا كابتن فتحي الأرقام أو الأحصائيات الخاصة بالأندية بأكتر الأندية من حيث متوسط التصويب على المربع الفرق عدد تزديداتها في كل الماتشاط الأهلي في المتوسط في المباراة الوحدة تسع تصويبات على المرمى بين القائمين والعرضة 7.6% ساندونز نمرة اثنين من حيث الترتيب أقل في متوسط عدد التزديدات لكنه أعلى في مستوى التركيز بحيث أنه 9.1% بين القائمين والعرضة ترجي في المركز التالت أربعة ونصف تصويبة في المباراة الوحدة بين القائمين 8.1% الوداد أربعة برضو ونصف تصويبة في المباراة الوحدة 0% بين القائمين وداد طبعا كارسة وضع كارسي يعني وصيف النسخة الأخيرة وبطر النسخة قبل الأخيرة مكسبش ولا نقطة وخسر مباراتين واحد على أرضه واحد خارج أرضه وبيترو أتليتكو بيليهم في الترتيب أربعة بـ 8.6% بين القائمين نروح طيب ناخد على مستوى اللاعبين بالمرة كابتن فتحي يلا سريعا جدا نعدي على الأرقام الفردية احنا هنا تكلمنا على الأرقام الأندية أو تكلمنا على الأرقام الفردية وبرضو الأهلي في ده أكتر لعبين من حيث متوسط الكرات الطولية في دولة الأبطال عبد المنعم نمر واحد متوسط في المباررة واحدة 9 بنسبة دقة 81% فابريسنجومة 8.9 يعني تقريبا 9 تمريرات برضو طولية بنسبة دقة 88% شهيب كدد 6.9 تمرير طولية حمزة الجلاسي ورامي ربيعة 6 كرات طولية بنسبة دقة 60% هتولي الهجومي بقى يعني ده مرتبط أكتر ببنى الهجمة روم الخلف ده ببنى الهجمات لكن من حيث التصويب على المرمى بص حضرتك 3 لعبين من أهلي في الصدارة عسين الشحات في مركز الأول 6.6 تصويب بين القائمين والعرضة 6.7 يعني كلهم تقريبا بين القائمين والعرضة محمود كهربا 6 تصويبات 8.3% والتالت إمام عشور 4.5 تصويبات في المباراة الوحدة بس إمام طبعا ما فيش ولا تصويبه بين القائمين والعرضة ثم في السنمايلي كالالا مهاجم بيرامدز وفخري لكاي مهاجم بيرامدز يعني الأهلي عنده القدرة على أن يكون خطير وعنده القدرة على أن يوصل وعنده القدرة أن يخلق الفرص لكن نيجي عند حتة الترجمة زي ما حالك كنت تتكلم كل دي أرقام كل دي أرقام لكن ما بتغيرش أن تكتم وراه هذه الأرقام إلا في حالة واحدة تترجم الأرقام زي مثلا من الإنجليزي العربي ومن عرب الفرنساو تترجم الأرقام لأهداف فدي مهمة مهمة مين يعني لو وزعت المسؤوليات هل بيرنجر مثلا مطور الأداء في جزء من مسؤولية مارسل كولر مدير الفني في جزء من مسؤولية اللعابين نفسهم مفاتيح اللعب اللعيبة أنا مش عارف مين اسم أعتقد أن فيه معد نفسي وزهني داخل اللعيبة والمدير الفني يعني اللعيبة والمدير الفني في الأخطاء في أنه تركيزي يعني ما معشور بيسدد كويس أوي 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 لكن لما محطرش حاجة من التدخل شابات يعني بين القائمين والعرضة مش شايف حاجة رغم قوة تزديد ويمين وشمال فين التركيز فين الدق برضو دي عايزة هتلاقي ليه معظم اللعيبة بعد هم بيفرحوا بالشطة قبل ما يعرفوا انت كتب طالما انت رفعت دماغك وسبت الكرة وحطيت رجلك في الكرة الكرة دي مش راحة في الجوجل لازم انا اخر حاجة تسيب يعني عناية دي قبل ما الكرة تسيب الارض من رجلي لازم عيني ورجلي مع الكرة في الارض ثلاثة دولات فيه مسلس يكونوا ربطين في بعض لو في عيني بقى طلعت فوق وانا شط اكيد الكرة دي بتاعه هل ممكن في وقت ملاقات كابتن فاتحي يبقى فيه سباق بين اللعيبة احساس انه فيه في مشكلة في ترجمة الفرص او فيه مشكلة في تسجيل اهدف في النادي الاهلي احساس واكيد اللعيبة بتحس وبتشوفوا دي نقطة من المساوي يعني لا اتمنى ان معرفش ازاي ممكن نتعامل معها لكن فكرة السوشال ميديا وفكرة الترند وفكرة الجماهير وفكرة الصفحات هل ده ممكن يخلق حلقة من حالات السباق بحيس انه في واحد عايز يبقى هو اللي حل المشكلة هو نجم اللقطة الحتة دي ممكن تكون دي مش قوي مش قوي بدليل بدليل تبقى اللعب المنفرد في النجم السابق انت انت شبالتك بقى خلاص تحطها بقت سهلة يعني الدقة زي ما بقولك مجموعة المباريات في مجموعة البطولات بتغير الاهداف بتاعة كل مباراة فانت عندك في اي مباراة احنا قلنا في المباراة الاولى اللي هي كانت السوبر فكان في عندي حطت لها ايه التطلعات ليا ولازم احسر ويقدر يعد اللعبة نفسيا لهذه المباراة ايه بس انا انا كمدير فن يا كابتن فاتحي هاجيب لعايز بيرسي تاو بيجيب اجوان من كل حتة ولا لعيب كهربا بالمناسبة لسه مبلغيني حالا هدف كهربا في مباراة العودة في دول المجموعات في الهلال هنا في القاهرة المباراة الانتهت 3-0 وعندما اتذكر جول اولاني لأحرازه محمود كهربا واحد من اجمل الاهداف لسجلها كهربا في مشواره واحد من اجمل الاهداف لسجلها الاهلي في نسخ الدولي للطالب يوقف احتباط نجر التوقيفة نص الجول والسنس بتاع الركنة مفهاش باور هي كلها سنس البلايسنج كان جول عالمي الكاف اختار الجول ده عشان ينافس على افضل هدف في الموسم اللي فاتت 23 ويستحق اعتقدوا اعتقدوا للقاهرة انت لما بتقول خلاصا في الزهن وفي الحضارة الدوافع يا احمد مع فرقة النادي الاهلي عندها كذا بطولة ودوافعها في نفس الوقت ازاي؟ يعني انت بتلعب افريقيا تجي تلعب دوري تلعب مباراة كاس تصفيت كاس كاس مصر يعني غير كاس فتلاقي ثلاث دواء احنا كل سيزن كده كابتل فاتحي وده مش جديد انت متكامل على لعيبة هرست كل البطولات لا هرست بس خلاص استهلك الجهاز العصب احنا كل سيزن وفيه بريك وفيه معسكة في الممسا لا 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 احنا كده داخلين على الصعب انت كده بتقلقني اكتر انا بقولك دقيق انت لازم تاني حيشحن البطارية لحاجة تانية خالص يعني احنا نخلص افريقيا الوقت بعد نريح كاس عالم اهداف تانية وتفكير تاني وفكرة تانية وبعد انه هتخلص تروح للسوبة برضو اهداف تانية وفكرة تانية اه انت اعمال في داير اعمال يعني الدوافع بتتغير كتير للعيبة دي بتأثر على اللعيبة لان بتخش زي ما تقولي السلوك بتخش بعضها وتضرف بعضها ان الماتش ده ايه والماتش ده ايه والماتش ده ايه بقولي الكلام ده ايه هو بيدفع اما دفعش على اللعيبة ده العلم اللي بقول كده انا مش انا العلم بيقول ان الجهاز العصبي لأي بني ادم يحصل له ارور او يحصل له خلل لما تتداخل الدوافع الكتير فيه وكلها اذا كانت دوافع ايجابية ان انت بتاع بطولة مش دوافع ماتش عادية ما انت ممكن بتشارك في البطولة ودوافع او انك مشارك فيها لكن ده انت مطلوب منك لازم بفوز طبعا دي لقطة الجن بتاع كهرباء في الهلال في ماتش القاهرة هنا مباراة الانتقال 3-0 واحد من اجبل اهداء طابلول حقيقة من اول شوفوه فوست كام واحد يعني فوست موقع انا اول ما كهرباء راح يستقبل كرة كرة طولية كرة عالية اخر حاجة ممكن اولا استقبال كرة زي دي هو استقبال بتصليحة اولا صعبة جدا انك تستقبل كرة زي دي بالضبط وانك انت تاخد القرار انك انت تستقبل فتعدلها لنفسك فتحطها بليسن كده بالطريقة حتى الكهرباء مش لعيبة كتير ده لعيبة ندرة جدا انت ممكن تفكر بالطريقة دي لمح الجود وبتهيالي هنا بلغة المعلقين الغزالة رائعة غير الغزالة رائعة يعني يعني عنده مهارة استقبال فاستقبل ولمح الحارس فين بس ما انتاش يبصر الكرة وبحطه بطن رجله خلاص عارف ان الشخص الهدف فين كرة فين مرمى فين مرمى فين فبقى كل تركيزه بطن رجله صح لو هو مش شايف بطن رجله ممكن الكرة دي يبقى صح ممكن لعيبة كتير جدا تفكر تحط باور في الكرة دي أكتر ممكن يحط فيها وش رجله بحيث انه يبقى عايز يحط فيها قوة زيادة ممكن تبقى بعيدة أو تتصدق وممكن يلعب بوش رجله برضه في نفس الطريقة بس بطن رجله ببقى فيها حنية أكتر وفيها دقة أكتر وفيها دقة لأن البطن الرجل الرجل بعرضه كله يعني يوم قاس 42 42 سنتي إن هي موجودة كده بتبقى على رجله مظبوطة اللي 42 دي فإذا سهل من يعمل لكن لو بوش رجله الدقة أقال الدقة طبعا هتقل وحيبقى فيها صعوبة لو كان عايز قوة يعمل لكن هو بطن رجله يعني فيها الحنية إن هو يضمن إنها بيحطها بيده غيبقى أنه كهرباء في المطسو برضو اللي فاته هو بيرسي تاو الاتنين مع بعض ضيعوا كرة أسهل مليون مرة من كرة دي يعني يعني نتيج كلم على لعب إمكانات كهرباء وكهرباء دايما يعني خليل تفق إنه كهرباء مش رأس حرب يعني هو طول عمره وعمره ما كان رأس حرب لكن عنده زكاء كبير جدا في التحرك عنده سرعة ومهارة عنده سنس والسنس ده عملة ندرة بالضبط اللعيب الرجله عارفه حتى لو ظهروا للجون يعرف هو شايف الجون فين وعارف الجون قد إيه وهو موجود فين من الجون فيقدر يحط الكرة حتى لو بظهره متاب كان بيعمل كده مثلا حسام حسن كان بيعمل كده مثلا الفكرة في فرقة الناد الأهلي يعني الظروف اللي بتمر بيها أنا بقول لأن الكلام ده أول مرة يتقالك أنه نحية الك � faut نحية النفسية في قعلم كرة القدم وما ill mind فق weed من العلم أن الجهاز العصبي لأي ليع بيقصر على أداءه في الملعب المهاري بيقصر على أداءه المدني بيقصر على أداءه الخططي بيقصر على أداءه الإنفعالي فأوهات كثير بيروف اللحظة دي بتبقى محتاج تعمل ريسات يعني تفصل اللي فده كله وتعمل ريستارت تبدأ من جديد هوا ده ده اللي احنا بنقول علي بس هو مش عارف يبدأ من جديد لأن المسابقات كلها دخلت بعضها يعني حيبدأ يعني الفانهين من جديد خليني ابدأ من شباب له ازداد مع كابتن فاتحي لأنه زي ما قلت شباب له ازداد مطش في حد ازداده في منطقة الامية وفي منطقة القوة في منطقة الصعوبة حساباته معقدة زي ما شرحت لكم احنا اتكلمنا مبارح بالتفصيل طبعا على قليل شباب له ازداد وكمان هو اللي هيليد او هو اللي هيينقلك نقلة للبطولة بتاعة كاس العالم فخليني اقسمع رأي كابتن فاتحي في مواجهة الجمعة بس بعد فاصل اخير اعتقد انه تعريبا يعني الكل متفق انه احنا رايحين لاصعب مستوى منافسه الموسم ده كمان ايام 15 ديسمبر اعتقد هتكون بداية مشوار الاهلي في بطولة كاس العالم مع الفايز من اوكلند واتحاد جد وبالتالي محطة شباب له ازداد فيها رسائل كتير جدا مستنيها او بوادر كتير جدا مستنيها جمهور النادي الاهلي تظهر من العيب حسابات بطولة دوري الابطال مهمة التلات نقاط مهمين جدا مستوى الفني والاداء مهم جدا فكرة الفعلية الهجومية مهمة جدا كل دي حاجات الناس حط عنيها عليها في مباراة الجمعة اللي جاية هل ده من وجهة نظرة كابتن فاتحي يزود من حجم الضغوط على اللعيبة ولا ممكن يكون بالعكس استخدمه كجهاز مثلا او كمعد نفسي في الفريق على انه اوجد دوافع جديدة او عشان نوصل لمرحلة الريستارت اللي كنت نتكلم عليها من شوية لا هي ممكن تبقى كبروفا بروفا او يعني بيعمل بروفا او بيعمل حاجة بيجرب حاجة قبل ما حيروح كاس العالم وعايزت تكون الحاجة دي ايجابية يعني هي لها دفعين الدفع الاولاني ان انا اكسب المباراة لان المباراة دي في بطولة طبعا وبعدين ايوة المباراة دي في بطولة دي مباراة دي تقربنا بشكل كبير جدا للتأهل ثم المباراة طالما هي ودي الفرقة اللي هي ممكن تنافسنا على الصدارة في بطولة المجموعة اذا في دوافع بقى للفوز هنا هو فوز الاهلي في المباراة دي حسبيا معناها انه الاهلي بنسبة كبيرة جدا تأهل وفي انتظار واحد من الثلاث فرقة التانية لانه شبابلوس دات خسر مباراة ميدياما خسر مباراة يانج افريكانس خسر مباراة فبالتالي التوتر هيتصدر لتلاث فرقة هم هيتخنوا في بعض ويتطلعوا بينهم واحد بإذن الله يوصل مع الاهلي وخصصا انه مطشطنا اللي بعد كده يبقى فيه منهم اتنين بره واحد على عرضنا فانت التلاثة بنت دول او تلاث نقاط دول مفيش بديل عنه فإذا ده هدف في نفس الوقت هدف اعداد بعيد المدى مش قصير المدى ليه كاس العنب مش بعيد انهوي وكده لكن بحضر لكاس العنب نفسيا اللعيبة عاوز اتحضر لكاس العالم كل واحد عايز يدي فإذا هو عنده شحن داخلي غير اللي حيشحنه بيه المدرب هو عايز يزبط نفسه عشان يكون احد عناصر الفريق اللي هتلعب في كاس العالم فكل واحد هنا بقى تركيزه حيزيد قوي اداءه حيزيد الخلطة اللي انا بقول عليها ان اللعيبة وهم دلوقتي فيه استرخاء ذهني ومش هقول تسايب لا استرخاء ذهني او البعد عن المنافسة تشبع في حالات تشبع التشبع خلاص بقى يعني هما كان في الفترة الاونية تشبع انا اعتبر الماتش ده مع بداية كاس العالم هتخش في قصة تانية خلاص اللعبة دي ده وافع من غير ما المدرب يقوله هو كل اللعب عايز يزبط نفسه في كاس العالم هل جمهور الاهلي يستنى تحول مئة وتمانين درجة ولا التحول ده عمره ما هيحصل في الفصل بين بطوله وبطوله لا متقدرش انتряب عمره ما هيوصل ١٦٠ درجا عمره ما هيوصل ١٨ درج لا لا متقدرش انتر ابواها مش بكلم على مطشو شباب له ازداد بكلم على بطولة كاس العالم دوافع جديدة قريب و spots بس حقيقة حنبقى شوية وبعد اول متشو نرجع بقى الوضاع الخزي يعني ده هو الفيصل اللي هو ماتش اتحاد جدة الأوليني لما نكون معاه هو ده اللي يرجع لك المية والثمانين يعني انت دلوقتي ما ترجعش مية والثمانين منك دلوقتي مية والعشرين وحيتبقى لك كده حوالي ستين ستين دولت تخطم من ماتش اتحاد جدة هتلاقي الفرقة بقى راح تزابط لكن مش هتروح مظبوطة قبل كاس العالم هي مش عافية يعني لا المدرب ولا اللعيبة بس حيبان في الأمارة بتاعته والشغل بتاعه من المباراة اللي هي يوم الجمعة ان شاء الله وعلى ملعبنا وبتحضر ودي ماتش لبطولة ولا أهدفها ولا دوافعها ولا شغلها فدي فيه خلطة في المباراة دي حيكون لها سر حتفدنا كتير الفرق بين أهل كولر السنة دي وأهل كولر السنة اللي فاتت أهل كولر السنة اللي فاتت وأهل كولر السنة أهل كرة السنة اللي فاتت بيكسب بيجيب أهداف أهل كرة السنة دي في صيام في الأهداف التسجيل والأسباب احنا قلناها الدينة متغيرة ما فيش حاجة في كرة القدم تقدر تمشي على نفس السيستم وتضمن بيها كل سنة كل شهر كل ماتش ما فيش لأن برضو المتغيرات اللي عندك الفرق اللي قدامك ما الفرق قدامك بتتغير فيه فرق للأحسن فيه فرق للأوحش فإذا المنافس لما يتغير وانت على نفس القوة أو أقل شوية انت هتتهز هو الأهلي على مستوى أفريقيا وعلى مستوى الدولي المحلي هو أفضل الفرق اللي قدمت مرضوط بالأرقام ما هو الأرقام أنا بقول بالأرقام لكن مش الأرقام دي اللي ترى يعني آخر ما تشين تعادل ما هو دي أرقام لا ترى يعني بس في النهاية أنت الأقرب للصدارة الأقرب آه طبعا الأقرب للصدارة يعني لأن كنت قدمت فيه مباراة في الأول اللعبة كان لسه المباراة جديدة ولسه الدوافع جديدة للدور العام وكده فأول ما بتخش يعني إذا اعتبرنا الزمالك منافس يبقى الزمالك بيعين يعني يعني لو نكلم على معاناة أو أنه فيه مشكلة يبقى لو نكلم على دوري أبطال أفريقيا يبقى بيرمز بيعين لما بيرمز يغسر من أضعف فريق في مجموعة 2-0 وفرقة بتلعب عشرة يبقى فيه معاناة ويبقى ممكن أن يتقال عليها أزمة أنا بكلم على مستوى المقارنة يعني مش بقصد أن أنا لكن يعني أنا النادي الآلي هو النادي الآلي يعني مش عايز أقارنه بفرقة تانية يبقى الوداد مش بيعاني ده الوداد يعني يعني في كارثة ما ستان يعني أه يعني تمو ده بيزبق كلامنا أن ما فيش اللعبة الاستقرار والثبات على القمة لكل الفرق في العالم ما بتثبتش هتلاقي فرق وبتجي لها فترة تنزل وفرق تانية ترجمة الزور طب مستوى التموحات كابتن فتحي برضو عشان نبقى منطقيين جمول الأهلي الطبيعي بتاعه الطبيعي بتاعه طموحاته هي هي المنصة هي التتوين وبلس أنه مع الطموحات دي اللي هي العادية الطبيعية مع أي مدرب ومع أي جيل جالي مدير فني السنة اللي فاتت بقابل العالمة الكاملة واللعيبة معايا على المستوى الفردي والجماعي كلها اتطورت كله مستوى تطورت والسنة دي الإدارة دعمت بصفقتين على أقل من العارة تقيل يعني إمام ورضا الناس كلها مبسوطة بيهم جد مدستعلم تستفهم ولسه الدنيا مش واضحة بالنسبة له لكن على الأقل إمام ورضا كواليتي وايز ما حدش شكك فيهم فبالتالي حظ ريدا برضو عندنا الإصابة اللي حصلت وقبل كده برضو إمام لما حصلت له إصابة فدي برضو بتعطن لكن أنا بقول أن جمهور الناد الأهلي ما يعرفش غير الفوز ما يعرفش غير البطولات بدليل شوف أنت بقى كنت نفس تعملي إحصائيات بالبطولات بتاعة الناد الأهلي هي دي الأرقام اللي هي بتقول اللعبة أو الجمهور تشبع بده لأن كل أب عنده ابن الأبن بيقول له ليه أبا بتشجع لأنه إحنا كسبنا بطولات قد دي فالعاوز يكسب والابن بيرجع تاني يبقى يكبر وبعد من بيجوز بيجيبه عنده أولاق بيكبره فجمهور الأهلي متشبع وحاضر للبطولات البطولات دي هي اللي تدي له الأكسجين والدوافع وإن هو أي مورا عارف أنه حكسب لأنه هو الناد الأهلي عوضوا على كده عوضوا على كده بس كرة القدم في الألفية الجديدة دي غير كرة القدم سابقا كرة القدم في آخر عشر سنين يمكن عشان ضغط الجمهور بقى مختلف شوية كابتن فاتحي يعني ممكن اللعيبة دي تبقى بقالها أربع سنين يعني موسمان يجي فترة من فترات قال لك أنا مش قادر أتحمل الضغط يعني أنا جبت بطولة أفريقيا مرتين وعرة بعد وجبت اتنين برونزية لمكاسر العالم جمهور ما عرفش أنا فاهم في حد يقولك لا أنا ما قدرش عايش في الحياة دي باستمرار أنت بتكلم على مدير فني يشتغل موسمين أو موسم ونص بالضبط اللعيبة دي بقالها أربع سنين بتهري وبتلعب في كل حتة في الدنيا ما دي إحنا فصصناه صح وإن الجمهور ما يعرفش غير المكسب يا حضرات أنا لازم أكسب الجمهور لازم نزلي لازم تكسب فإحنا عندنا مشكلة إيه هي المشكلة إحنا حللناها إحنا قلنا الضغوط الكتير والدوافع الكتير دوافع لكل بطولة في كذا بطولة زي الكمبيوتر لما السلوك بتخش ببعضها بيهنج المشكلة الكمبيوتر بيهنج كده هم مهنجين طيب ما معلش أنا هقول يعني بوجهة نظر تانية طيب ما سيتي اللي هو عظم فريق في الدنيا بقاله 3 سنين لسه جاب لشامبيونز لي جاء أول مرة في تاريخه السنة اللي فاتت بقى عظم مدرب في الدنيا بقى عظم جيل بيعب كرة حالان في الوقت الحالي طيب ما منشلسر يونايتد بقى له مش عارف كم 15 سنة مثلا غايب عن التتويق بقى بطول طيب ما تشيلسي اللي بيصرف في السنة الواحدة في السيزن الواحد مليار دولار مش عارف يجيب طيب برشلونة اللي كان تيكي تاكا وأهم أجمل كرة تقدمت في العشرين سنة والتلاتين سنة الأخيرة راح بقيت جدا على البطولات وجماهير بتقبل ده يعني لأن فهمني جماهير هناك غير هنا هناك جماهير بتشجع لكن هنا بتعشق عاشقة للنادي الأهلي جزء منها النادي الأهلي بتحب النادي الأهلي أما الجمهور اللي بيشجع كرة حلوة وإحنا كسبنا وشغل الكلام ده كله ولا في الثقافة عندنا شوية محتاجة تتغير لا طبعا الثقافة أسيس يعني أساسا الثقافة مش عايزة غلط يعني نقوله في الجمهور لكن الجمهور ما يعرفش غير الفوز ثقافته وإن أنا أسيب مباراة طب بعيدا عن الأهلي شايف أنه الحالة العامة ارتباط الأندية المصرية بأجندة صعبة وأهمها طبعا الأهلي بما أنه القوامل أكبر والأساسي من المنتخب هو الأهلي ده مؤشر أو يعني جرس إنذار قبل ما نروح لبطولة أفريقيا طب تتكلم على إيه شهر شهر وشوية مايو يعني لا لو أكلم على دوري بطولة أمم أفريقيا 13 13 يناير لا إذا في يناير يناير 14 يناير في يناير طبعا إحنا يعني خلاص يعني على بعض ما فيش شهر وكام يوم فحالة الارتباج دي تأثر على مشوار فيتوريا قصة تانية عايزة فيتوريا يخطهم ويحضرهم لدوافع تانية خالص غير اللي احنا كنا شغالين بيها بحاجة تانية خالص بقى فكار تانية بفكرة تانية بتحضير تانية وكده هو ده بقى فاللعيب اللعب المصري بيلاقي نفسه عمال الشحن من هنا ومن هنا ومن هنا وعمال بيختلف وكده فدي بتعمله مش بتعمله خلل بتعمله يعني ده حاجة داخل الجسم الجهاز العصب يجوا بتلاقي نفس الدين اللخبات هتمعان فعايز برضو ياخدهم يعني من يعمل لهم عزل تاني ويرجع تاني اعداد تاني ويرجع طبعا انت حددت الأدوار والمسؤوليات في الأجهزة الفنية على مستوى الأهلي انت قلت الدور رئيسي فيها المارسل كولر وعلى مستوى المنتخب الدور رئيسي الري فيتوري لكن من كابتن فتحي للعيبة نفسها سواء لعيبة منتخب مصر او لعيبة النادي الأهلي اللعيب اللي محتاج يفصل ومعندوش وقت ومرتبط بأجندات اللعيب اللي اللي حاسس انه ناقص او بعيد ومحتاج يكمل اللي ناقصه ده او يرجع على مستوى يعمل ايه عشان لازم 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 يريح نفسه كواس قوي فترات الراحة بتاعته ياخدها كاملة مش ياخدها بيصهر وبتحرك وكده يعني مش عاوزين نجهد الجهاز العصبي اكتر من اللازم فاحنا عاوزين ليه انا حتقول انت بركز طول الحلقة دي على الجهاز العصبي انت عندكم العضلات اي عضلة في الجهاز العضلي بتقع بتتعود لك شهرين او بعد ما تخف منها الجهاز التنفسي بيحصل لك مش عارف خلل في ايه بتروح تاخد لك فترة ايه فده جزء ده ده حاجة محتاجة محتاجة فدي انا ممكن كلعب بقى احضر نفسي انام كويس اوي اتغذى كويس اوي واتمرن كويس اوي مش ان انا راح من التمرين لا اتمرن كويس واتغذى كويس ونام كويس لو عمل كده لكن فيه لعيبة عندنا يعني تقعد بقى طول الليل وتلعب في المبايل وكده حتى لو ما بيخرجش عبدالسهران على السوشال ميديا بقى لا لا يعني السوشال ميديا دي واحدة من اكتر انواع الحاجات اللي بقت بتضغط على عصاب مش بس باتكلم على لعيبة الكورة على الدنيا كلها دايما نقول لعيبة فيه ساعات تمر بيك مرة واحدة في اليوم الساعة 12 تشوفها الظهر بس صحيح لكن ما تشوفهاش بالليل ليه لانك هكون نايم الساعة 11 شوفها الصبح لكن ما تشوفهاش بالليل لكن ما تشوفهاش بالليل برضو تفضل كده الساعة 10 هماشي هتشوفها مرتين بس مع المديرين كورة منهم كابتن ثابت الله يرحمه بعد الساعة 10 بالليل بيبعارف كل العيب موجود فين مين بر بيته مين جوه بيته مين موجود مع مين أو مين بيعمل ايه الساعة 10 ده كان معاد مقدس اليوم بيخلص شي بالنسبة لعيبة طبعا معروف ومعروفين ان هم موجودين فين ونايمين ازاي واننام الساعة كام وتصحى الساعة كام وتبدأ الساعة كام يعني صحيح دي حاجات كتيرة لابد ان اللعب يبقى بيشتغل على نفسه ويحضر نفسه للمدير المدير مش هعمل كل حاجة كل التركيز على مطش الجمعة ان شاء الله اخر المطبات الصعبة واعتقد ان الفرصة او الفترة المتاحة بين المباراة شباب له ازداد وبين كاس العام لان ده فرصة كافية جدا ان احنا نعمل الريستارت اللي كان بيتكلم عليه نريح الشدة التوتر الضغط العصبي نرجع الحسابات نريستارت ونجدد الدوافع من جديد باذن الله الاهل يكون على بداية مشوار كاس العالم في افضل حالاته او على اقل تدريجيا زي ما قال كابتن فتحي تبقى بداية جيدة ثم ارتفع المستوى تدريجيا بشكرا كابتن فتحي شرفتنا ونورتنا انا بشكرا كان نفسي اتكلم معك في موضوعات كتير بس يعني اكيد هتشرفنا تالي وكني نسعد بيك دايما ان شاء الله وبرضه بنكرر في نهاية كل حلقة دعوتنا لاخوتنا واهلنا في غزة وفرستين ان شاء الله بإذن الله ربنا ينصرهم ان شاء الله وتحل عليهم عدالة السلامة بأمر الله ان شاء الله بإذن الله شكرا كبير لكابتن فتحي نصير على وجوده معنا استمتع به دايما وقراءه وبتحليلاته شكرا لحضراتكم على المتابعة تحياتي ليكم مع حلقة جديدة ان شاء الله نقابلكم بعد ان شاء الله من حقق فوز على شباب بلوزداد